سمعين الكرام مرحبا بكم إلى مساء الرياضة محطة الأولى تقودنا للحديث عن كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول مساء اليوم تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشر بلقاء يضع الوداد الرياضي المتصدر في مواجهة ضيفه الشباب المحمدية الوداد وبعد حصده لنقطة واحدة من أصل ست ممكنة في آخر مبارتين خصوصا بعد هزيمته الأخيرة أمام اتحاد طانجة يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ومن ثم تعزيز موقعه في صدر وتأكيد استعادته لعافيته الانتصار سيكون مطلبا ملحا أيضا لخصمه شباب المحمدية المحتل للمركز العاشر بخمس عشرة نقطة وهج البداية الذي استأل به فريق مدينة الظهور الموسم ظل يخفت مع توالي الجولات وأمله أن يستعيده قبل انتهاء النصف الأول من البطولة لقاء الوداد الرياضي ضد شباب المحمدية ينطلق بداية من العاشر مساء يحتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء على أن تتوصل مباريته هذه الجولة الرابعة عشر طيلة الأيام الثلاثة القادمة كرة القدم الأوروبية اللحظة والبداية بمنافسات الكؤوس الأوروبية منافسات اليوروباليغ بالأساس حيث تجرى هذا المساء مباراة دهاب نصف نهائي المسابقة فعلى ملعبه يبحث منشستر يونيتد الإنجليزي عن تعبيد الطريق نحو المباراة النهائية وهو يصدف روما الإيطالي وذلك في طريق بحث المانيو عن لقب أوروبي جديد توج به أخر مرة في العام سبعة عشر وألفين لقب يسعى فريق العاصمة الإيطالية روما وهو بالمناسبة الفريق الإيطالي الوحيد المتبقي على الساحة القرية يسعى لأن يكون من نصيبه بإضافة لقب جديد إلى خزائنه من جهة ومن جهة أخرى ضمان مشاركته الموسم المقبل في دور أبطال أوروبا بعدما فقد أمل التأهل إليه عبر بوابة الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المركز السابع حاليا وفي اللقاء الثاني يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على فياريال الإسباني في مباراة النجمها الأول مدرب فياريال الإسباني أوناي إمري الأخير المتوج رفقة إشبيليا الإسباني بثلاثة ألقاب توليا في المسابقة يواجه خصما يعرفه حق المعرفة اعتبارا لكونه أشرف على فريق أرسنال في وقت سابق فريق العاصمة الإنجليزية السعي لإنقاذ موسمه والحصول على فرصة العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ خمسة موسم بإسبانيا يلعب فريق برشلونة في هاتل أثناء أمام فريق غرناطة برسم لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة والثلاثين اللقاء وبعد مرور أربع وستين دقيقة على بدايته تشير نتيجته إلى التعادل هدف لمثله ليونيل ميسي منح برشلونة التقدم في الدقيقة الثالثة والعشرين قبل أن يعدل اللعب ماسيتشا نتيجة لغرناطة ويبحث برشلونة عن إنهاء اللقاء منتصرا ما سيمكنه من اعتلاء صدرة ترتيب دوري الإسباني قبل خمس جولات من النهاية وما يجعله يمتلك مصير لقب الليقة بين يديه فيما تبقى من جولات الموسمة نبقى في إسبانيا حيث أعلن فريق ريال مدريد أن ظهره الأيمن داني كربخال أصيب في عضلة الفخد الخلفية خلال تدريب الفريق لتتفاقم أزمة إصاباته قبل لقائه بنصف نهائي دور أبطال أوروبا أمام تشيلسي الأسبوع القادم وفي وقت لم يحدد فيه الريال جدولا زمنيا لعودة كربخال ذكرت وسائل علام إسبانية أن المدافع قد يغيب عن مواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل بالإضافة للجولات الأخيرة من الدوري الإسباني وتعددت إصابة كربخال هذا الموسم حيث لم يشارك إلا في خمس عشرة مباراة فقط رفقة الريال في جميع المسابقات أوروبيا دائما بإيطاليا أفادت السلطة الصحية أن نهائية مسابقة كأس إيطاليا بين يوفانتوس وأطالنطا المقرر الشهر المقبل قد تقام بحضور جماهيري يقارب 20% من سعة الملعب الذي سيحتضن اللقاء ومن المتوقع أن يستقبل الملعب حوالي 4700 متفرج من قدرته الاستعابية في المباراة النهائية التي ستقام في 19 مايو المقبل في ملعب ريجيو إيميليا معقل فريق ساسولو نختم بكرة المضرب حيث بلغت تونسية أنس جابر المصنفة في المركز الخامس والعشرين عالميا الدور الثاني لبطولة مدريد للسيدات للألف نقطة بعد فوزها اليوم على الكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-2 و 6-3 جونس جابر وفي الدور الثاني ستواجه الأمريكية سلو ستيفنز المصنفة في المركز الحادي والخمسين عالميا هذا وأقصية الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خمسة عالميا منذ مباراةها الأولى في البطولة عقب هزيمتها أمام السويسرية جيل تشيمان بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة أشكركم على طيب الإسراء